السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بالخير بالنسبة للتساؤل لماذا يشعر المصاب بالوسواسة لما يبدأ في البرنامج أو يبدأ يجاهد نفسه على الأفكار الوسواسية يشعر بعد فترة بالانتكاسة لعدة أمور الأمر الأول لابد يعرف المصاب أن كل خطوة إلى الأمام أو الخطوات عفوا الخطوات إلى الأمام هي 10-15 خطوة والعودة عند الضعف إلى خطوة خطوتين هذا ليس انتكاسة هذا حاصل والإنسان الأصل فيه الضعف والأصل أنه تقهقر قليلا ما تقول انتكاسة إذا خطونا مثلا 20 خطوة للأمام ثم عدنا إلى ما قبل العشرين يعني العشرين هذه كلها هذه تسمى انتكاسة أو القرب من الانتكاسة التي هي توصل إلى ثلاث خطوات رجعت إلى ثلاث خطوات لكن أن ترجع خطوة خطوتين هذا ما هي انتكاسة أبدا الأمر الآخر يا أحبة وهو أمر مهم أن البعض يأخذ بعض التمارين وبعض الأمور السلوكية فيطبق منها 80% هذه 80% نسبة كبيرة نسبة علاج نسبة راحة فيشعر مدى خمسة أيام عشر أيام راحة وطمأنينة وصفاء هذه الراحة والطمأنينة والصفاء جيدة لكن بقي عندك 20% ما زال فيها إشكال فيبقى بعض التمارين وبعض الآليات ما يطبقها فمع الأيام يبدأ ثغرة هذه الآليات التي لم يطبقها تكبر 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 فيشعر أنه يعود إلى الخلف هذا الشعور للعودة إلى الخلف يعني يترجم الوسواس في ذهني أن هذه انتكاسة وأنه ينتراح عليك التعب الفاضي وستعود كما كنت وهذه مشكلة الأمر الآخر يا حبة وهو أمر مهم جدا البعض يحسب أنه إذا تعالج من الوسواس وابتعد عن الوسواس وفكار السلبية أنها لن تعود أبدا إذا كنت تتفكر بهذه الطريقة فأنت لن تكون بشرا الإنسان الطبيعي بالطبيعي تأتي أفكار سلبية وهو يجي له موت ويجي له أمراض ويجي له هواجي نسميها إحنا لكنه يستطيع أن يتجاهلها ويصرفها بقوة وبسرعة أما المصاب لا يتعلق بهذه الأمور ويأتي الأفكار القهرية أي أن كان لكن إذا كان أنت في بالك أنها لن تأتيك أفكار سلبية مرة أخرى لا 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 يشيل من بالك هذا الكلام أبدا أنت تريد أن تخرج من بشريتك التي خلقك الله عز وجل عليها التي ما يعتريك من الأفكار السلبية والوسواسية فكونك ترجع فكرتين وتجيك فكرة أو خمسة أو عشر أفكار وتتجاهلها أو تضغطها ترى الموضوع جدا عادي أهم شيء أنه ما تقرك وترجع لمسألة البكاء والتعب والألم هنا مشكلة أخيرا يا أحبة وهذا أمر مهم جدا ركزوا فيه فكرة أنك انتكست في الحالة وعدت كما كنت من أول ترى هذه فكرة سلبية وسواسية لا بد تطردها ولا بد تتجاهلها ولهذا كثير من من الإخوة والأخوات يجي يشتكي يقول أنا والله رديت كل الأفكار برضو أشعر أني أنا ماشي صح أقول له أول فكرة في راسك خاطئة ما تجاهلتها ولا رديتها ولا صرفتها أني أنا ما زلت تعبان أني أنا لم أستطع التطبيق أنا لم أستطع التطبيق هذه فكرة سلبية لا بد أنك تطردها وتكذبها وتردها أما أنك تصدق هذه الفكرة وفي بالك أن الأفكار السلبية اللي امتعبتك فكرة فكرتين فقط فإنت من تفهم الوسوات الوسوات سيأتيك على كل الأشكال وعلى كل الصور أي شيء سلبي يقلكك هذه فكرة سلبية الله يكتبكم العافية